الهدف الأساسي من النظامات السياسية التي تحارب الإسلام هي إنهاء المجتمع العراقي جعل الأطفال هم بما يسمى بتحت الألوان أو يتبنوا تقاليد وعادات هي غير موجودة بالمجتمع العراقي فأحنا وقفنا ضد إلهم والشريعة الإسلامية وقفت ضد إلهم وأيضاً أحنا إننا الشرف وبكل فخر نفتخر ونقول إنه أحنا سادتنا وعمايمنا وكل من هو مؤثر وكل من يمثل الإسلام سواء كان جعثري أو سواء كان حنفي الوقف ضد وأعلن انضمامه لتعديل مادة اثنين لأنها مادة هي الأقرب المجتمع وهي جعل منها حرية الاختيار بإدارة شؤون الأسر العراقية